التطبيق اللي معنا النهاردة يا جماعة تطبيق بدون مبالغة ممكن يحميك من مصيبة لقدر الله تحصل لك في اي وقت بس قبل ما اقولك مع التطبيق متنسوش اللايك والشير علشان غيركم يستفيد باختصار شديد التطبيق ده اسمه ماي ان تي ار اي واللي عمله الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات واللي مليان مميزات واللي اهم ميزة فيهم انك بتعرف من خلال رقمك القومي لو في اي خط في اي شركة من الشركات مسجل باسمك واللي ممكن الشخص ده يعمل مصيبة بيه او جريمة وتلبسها انت فيلا بينا نشوف الشرح ادي يا جماعة معنا التطبيق بعد ما فتحناه بتحمله طبعا بنفس الاسم ده من على جوجل بلاي وتضغط عليه فتح التطبيق زي ما قلنا مليان وميزات لكن الميزة المهمة اللي احنا قلنا عليها اللي هي ميزة انها عرف خطي او رقمي مسجل بي اي ارقام اخرى في اي شركة تانية ولا لا بتضغط هنا على الافراد وهنا على خدماتي وهنا على ارقامي بتسجل بالرقم القاومي وتضغط عليه استعلام طبعا عشان مسجل بيجيب لك او الاربع شبكات اللي عندينا في مصر اورنج او ودافون او اتصالات او اي بيكتب لك هنا كم خط وبتدخل من جوة تشوف الاي الارقام اللي انت مسجل بيها طبعا لو لجيت ارقام تانية غير الارقام الموجودة معك مسجل باسمك بتروح الفرع الخاص بالشركة اللي هي لجيت فيها الرقم التاني ده وبتطلب ان يتسحب الرقم او ممكن تتوصل بالشخص ده يمكن مالهوش ذنب تتوصل بالشخص ده وتحاول تسجله برقمك لو هو جريب منك فانت كده بتحمي نفسك من اي مصيبة لقدر الله ممكن تحصل طبعا البرنامج مليان الميزات تانية زي منافس البيع خلق الجودة يختبر سرعة النتة عندك حاجات كثيرة انت ممكن تكتشفوها ولكن دي اللي حبيت انوه عليها معاكم في التطبيق ده اتمنى لكم السلامة والصحة واشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته